نسيب كاس الأمم نسيب كاس الأمم ونرجع لبداياتك يا محمد من ضمن بداياتك انك انت بتفهم في الطوب؟ ها طبعا انا اشتغلت في الطوب اشتغلت في الطوب حوالي 5-6 سنين وانت كان عندك كم سنة يا محمد؟ انا كان عندي 13 يعني 13 لحد مثلا عدت لحد 17-16 سنة باشتغل في الطوب فترة معينة فترة السيف مصنع طوب يعني؟ اه مصنع طوب يعني انا زي ما بقول درجت في الوظائف الاول كنت بكنس حاجة اسمها الناس اللي بتوع اصعب ما صنع الطوب هم اللي يفهموا الكلام ده اولا كنت بكنس الارض بكنس الارض يعني في مكانة الطوب تخلي زي حسوة كده او حاجة بتبقى في الارض عشان تيجي تاني يوم وتحط عليها الطوب تعمل طوب تاني لازم تشير الكلام الموجود في الارض فكنا كنت انا بكنسه بالجانب ان انا بعد كده اترقيت بعد كده وبقيت يعني تودي الاسمنت لماكنة الطوب عشان تعمل الطوب بعد كده حاجة اسمها تقليب يعني بتحط بقى تحط بضر تحط حسو تحط رامل وتحط اسمنت متقلبي الكلام ده وتخليطه مع بعض بقريك حاجة اسمها كوريك فاه وتحط ميا فده اسمه تقليب تقليب عن ناشف اسمه كده فلا عبارة اه ouais يا يعني بعد كده اسمه لما تحت المياه هذه الكلام ان انا بقوله ده يターط تنى تقليب عن الغضر فكان الحمد لله يعني كان أحد الأسباب أنا اللي خلاني كده عمري والدي مغصب على واحد فينا إنه يشتغل يمكن الوحيد اللي مشتغلش بالمهنة دي أخوي حسيني التاني أكبر التالت أكبر واحد ومحمود إنهم كانوا يعني يعني مش يعني كانوا برضو يعني صحتهم مش ولا بد إحنا كونا بنخاف على حسين جدا حسين يعني حس مرهف ومحمود برضو هو الصغير فيمكن إن شاء الله المؤمورية دي أحمد أخوي الله رحمه وسامة والعبد لله يعني فكان الحمد لله كانت كدور كمساعدة للولد والدي من نوع الحساس جدا كون إن كلمة يعني تزعل ممكن كلمة تزعل فعشان كده إحنا في علاقاتنا بيه بنبقى حرسين جدا ما فيش واحد فينا يقدر يفرد عليه رأي أو يقول له رأي معي والدي حد دلوقتي هو على المعيش بس له شغله ما قدرش أقول له قدمن شغله يقولك ده ابني كبر علي أو ابني ده قد الله ده مستعر مني لا إحنا سيبينه على حريته تماما تماما وبيعمل اللي هو عايزه واللي محتاجه وعمره ما بيقوله أنا عايز حاجة اللي محتاجه إحنا أنت ومالكة لأبيك فكون إن أنت تقول له قعد ما تروحش طب ما تجيش صعب قوي لا صعب طبعا طبعا والدي على فكرة يصلي الفجر ويروح على طول بس ندوس حابو بقى في الشغلة فكل مغيب عنه شوية أروح له في المكان اللي هو بيروح فيه يقول لي يا عمي الناس بفيس عليه أنت خلاص أنت كبرت عليها وليه فيجبني من النقطة اللي أنا والدتي برضو والدتي في الفترة الأخيرة تعملت شوية كتير ويعانت شوية مع المرض إنما الحمد لله يعني أصرتي كلها يعني أنا بحبهم جد إخواتي يعني إخواتي البنات كخاصة مجوزين نعمات وناهد يعني تحس إنه هم أولادهم حتى أولادهم حبوا الكرة عشان فكون إن أولادهم فما بلك بيهم هم فكون إن دي الروح الموجودة هذا الترابط درجة الواجهة حاجة مهمة جدا إن إخواتي يكونوا بيحبهم بعض آه طبعا